اهلا بكم في آية وحكاية آية اليوم من سفر المزامير مزمور 37 آية 37 بيقول لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة لاحظ الكامل وانظر المستقيم فإن العقب لإنسان السلامة يعني معناها أن احنا محتاجين في حياتنا كل يوم ننظر للحاجات الحلوة في الآخرين وننظر للناس اللي بتحب ربنا قوي ونقرب منهم الوسط بيأثر فينا كتير قوي لو احنا عاديين مع الناس بتكلم عن محبة ربنا وغنى ربنا والمجد الإلهي وبيكلموا عن قوة شركة مع الإدسين وبيكلموا عن أسرار الكنيسة وبيكلموا عن النعمة اللي ربنا بيديها للإنسان مجانا كل يوم هللاقي نفسنا بنتحرك نhop ناحية السما ونتحرك ناحية ربنا أكتر لو عندنا معناس بتكلم عن عثرات وعن مشاكل وعن نقائص الآخرين بنلاقي نفسنا بنتعب كتير قوي عشان كده أحد الأباء قال كلمة جميلة قوي قال لا تحدثني عن مصائب الزمان بل حدثني عن إحسانات الله لا تحدثني عن نقائص الإنسان بل حدثني عن كمالات المسيح لا تحدثني عن الألام والأحزان بل حدثني عن تعزيات الروح يبقى احنا لازم ناخد محتاجين كل يوم نبص اكتر للاجابيات ونبص للناس اللي مسكف ربنا جامد زي ما قال احدى اباديسين اذكر ملكوت السماوات لتشتعل فيك شهوته يبقى شهوة الملكوت بتتحرك فينا عشان كده المزمور بيقول لنا لاحظ الكامل وانظر المستقيم فان العقب لانسان السلام يعني المكافأة والنهاية بتاعت الناس دي هي السلامة والمكافأة والنهاية بتاعت اي انسان بيتبع طريق الكمال هو انه في الاخر بياخد نعمة ربنا الغنية وبيعيش في سلام دائم في من الايات الجميلة او السفر المزمير مزمور 37 اية 37 ياريت كلنا نحفظها لاحظ الكامل وانظر المستقيم فان العقب لانسان السلامة لالهنا كل مجد وكرامة لابد امين